السلام عليكم اهلا بكم فيديو النهاردة عن زيت الصندل وده من الزيوت الندرة ومفيدة جدا ليه ريحة مميزة زيت الصندل ده من ضمن فوائده الكتيرة اللي ان هو بيشفي من الصدفية اللي بتيجي في الجلد او في اي جزء من الجسم سواء في الرأس او في الايدين او في القدمين او في اي جزء فالدهان كده بنقطتين تلاتة على مكان اللي فيه الصدفية ده او المكان الجاف من نتيجة الصدفية فبازن الله بيشفي اه كمان ليه فوايد تانية ان هو بيستخدم في الديهان مباشرة كده نقطتين او تلاتة على اه حبوب الشباب في الوجه او في الظهر او في الرجلين لان طبعا حب الشباب مش في الوش بس بيقد ممكن في الظهر وممكن في الرجلين وخاصة عند البنات دايما بيجي لهم في الوش وفيه بعض البنات بيجي لهم في رجلين وبعضهم بيجي لهم في الظهر يعني سواء بنات او ولاد اه فده مفيد لعلاق حب الشباب وكمان بيقفل المسام بعد ما حبوب الشباب بتشفى بيقفل المسام بعدها ما تبقاش فيه فراغات اه فده اه اهم فوايد بالنسبة لزيت الصندر اللي هو حب الشباب والحبوب الشباب والصدفية اللي في الجلد اه تاني حاجة اه بنقول ان هو اه بنستخدمه اه مع اي ده كريم مثلا مرطب للجلد او للبشرة بناخد جزء كده او معلاء او حاجة حط عليها نقطتين تلاتة من زيت الصندر ده وبندعكه كويس اوي نرطب بيه وشينا وايدينا بيبقى ليه رحة حلوة وكمان وفيد جدا للجلد والبشرة اه كمان ان هو ممكن استعدمه على شعري ان انا اخد بخة كده من الصيرم اللي انا بستعمله لان كل شعري ليه صيرم معين فانا ببخ بخة كده من الصيرم في ايدي واخد نقطتين من زيت الصندر ده بالقطارة واضفهم وادعكهم ولمع بهم شعري بيديني رحة حلوة ومغزج جيد جدا للشعر حتى لو كان الشعر بيتساقط وكده فهو بيغزيه وبيقوي ممكن اضيف شوية على الزيت اللي انا باستعمله آآ في ناس بيجيب زيت الحية بتستعمله بسيرم وبيبقى جميل جدا لو اضفت عليه برضو نقطتين من زيت الصندر على آآ زيت الحية اللي هو بيستخدم كسيرم بديل السيرم ده فتحطي تلات اربع نقاط كده عليه بيديه كي فواية جبيرة جدا للشعر ممكن اي زيت اخر مش لازم زيت الحية اي زيت بتاستعمليه لشعرك بعد الشامبو كمية زي دي مسلا تحط عليها فيها سبع نقطة او حاجة من زيت الصندر واحنا طبعا بنستعمل لهو زيت الصندر ده آآ بالنقطة يعني لانه هو من الزيوت الغالية والزيوت الندرة يعني ازازة دي ممكن تبقيه آآ زيت الصندر الاصلي بتبقى مسلا تلتمين جيني روعمل جينيه ممكن تكون ازازة اكبر من دي شوية او اقل فهو عشان غالي وفعال وآآ ونادر كمان فده ليه فواية حلوة وجميلة لكن بالمناسبة زيت الصندر دوت يعني مش بيبقى موجود عندنا في مصر لكن هو بيجي لنا مبارا بيجي لنا من دول جنوب شارك اسيا كلها فهو موجود في كل البلاد وموجود عندنا في مصر برضو بس احنا مش لانه بييجي من خشب الصندر واحنا مفيش عندنا هنا خشب الصندر بيطلعوا الزيت بتاعه من الجزء الجاف الخارجي من السوق ده حاجة كده كده نهاء على الماشي لكن ده فواية حلوة اوه في الصدفية وفي الشعر ومعطر حلوة اوه وللبشرة اتمنى تكون فكرة سريعة آآ بسيطة كده عجبتكم في الفيديو ويا ريت ما تبقى لوش على اياب الاشتراك في القناة واللايك والشير تحياتي ليكو عزة شكرا للمشاهدة